ستة أشهر مضت منذ إعلان روسيا غزوها الأراضي الأوكرانية أواخر شهر شباط الماضي وفق ما اعتبرته دفاعا عن حدودها أمام توسع حلف شمال الأطلسي الناتو والذي اتخذ من كييف مدخلا لتطويق روسيا كما قال رئيسها بوتين لتبدأ مع الحرب صفحة جديدة من تاريخ أوروبا والعالم فما قبل الحرب ليس كما بعده وبخلاف أغلب التوقعات صمدت كييف أمام زحف الروس باتجاه العاصمة مستندة على دعم الدول الغربية بالمال والسلاح فيما لم يكن الصمود نفسه في الشرق الأوكراني الذي سقط معظمه بقبضة موسكو والانفصاليين الموالين لها ردة الفعل الغربية تجاه الغزو الروسي تراوحت ما بين فرض عقوبات اقتصادية هي الأضخم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي سابقا وإرسال أسلحة دفاعية لكييف بجانب المساعدات المالية والاستشارية فيما يبدو بأنها حرب بالوكالة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبين الشرق بقيادة روسيا ومن خلفها الصين وحلفائهما وما بين صمود أوكراني وإصرار روسي على تدمير شامل للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية كانت مشاهد الدمار رهيبة ورائحة الموت تفوح من كل رواق فاتورة ثقيلة كان للمدنيين منها النصيب الأكبر حيث فر أكثر من ستة ملايين أوكراني معظمهم نساء وأطفال خارج بلدهم أو داخليا باتجاه غرب البلاد الآمن نسبيا وفقا لتقارير الأمم المتحدة حرب تجاوزت تداعياتها حدود روسيا وأوكرانيا لتؤثر على باقي دول العالم حيث أدى الصراع المدمر في الجنوب الأوكراني إلى توقف حركة الملاحة في البحر الأسود وبالتالي توقف إمدادات الغذاء وعلى رأسها الحبوب إلى باقي دول العالم ومنها دول الشرق الأوسط كما خلفت الحرب أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة ومع حلول ذكر استقلال أوكرانيا يوكل خبراء دوليون أن البلد الغني بموارده الطبيعية يجد نفسه اليوم ما بين مساعي موسكو لتأسيس تعددية قطبية وإصرار واشنطن وحلفائها على عزل روسيا عن التجارة الدولية والنظام المالي العالمي